اشتركوا في القناة الذاكرة السينمائية والمحافظة الأرشيف وهذا مهم جدا لأنه هان احنا في صلب الموضوع هذا في نفسه مهرجين في حد ذاته مهرجين مع الدورة السبع وعشرين هي كذلك مهرجين بمسابقة العادية 99% تكدقوا 99% افلام لم تشاهد في القاعات التجارية مع دافيلم أو ثنين افلام افلام مؤلف وهذه خاصية من خاصية أيام قطرة سينمائية في المسابقة الرسمية الكبرى ما يقارب 18 فيلم ما يقارب 14 فيلم عرض أول عربي وافريقي في مسابقة العمل الأول تحمل اسم جائزة تهر شريعة فما ما يقارب 10 على 13 فيلم عرض أول عربي وافريقي فعديد من المفاجآت يعني الأفلام احنا متلقينا عدد مهول من الأفلام وخاصة الأفلام العربية كما لاحظنا مع المؤسف نقص كذلك الانتاجات الأفريقية والأفريقية الفرنكوفرونية على الأخص ولكن ما لاحظناه معناه من خلال الأفلام المقتنات أو حتى غير المقتنات أنه عديد من الأفلام تتطرق إلى موضوع الساعة وهو موضوع الإرهاب بكل موضوع الإرهاب بكل كل معناها ما هي الطريقة اللي اللي يتطرق لها للإرهاب الحب كذلك موجود في في الأفلام العلاقات 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 الإنسانية موجودة لكن تبقى ديما مواضيع ساعة مواضيع مهمة جدا مواضيع تمس عن قرب الكيان العربي والأفريقي نحب تونس تحتفل بالسينما جمهور أي مقتصمي جمهور كبير يتواكب على القاعات منذ سنة أنتم ما شفتوا سنة الفارتة احنا واكبوا ما يقارب 182 ألف متفرج احنا ننتظر 200 ألف متفرج السنة هذه مع عروض خارج القاعات اللي مش تكون في السجون مش تكون في ثكنات الجيس كذلك مش تكون في الجامعات مش تكون داخل الجمهورية المهرجان عنده خاصية أنه يتواصل السنة هذه إلى لن ينتهي يوم 5 أكتوبر بسناد الجوائز ولكن سيكون خمسة أيام داخل الجهات كذلك في ما يقارب 60 منطقة من تونس أحنا بالنسبة للتكريمات سنكرم يوسف شهين أنه وقت رقمنت كل أفلام ومش تونس مش تكون أول بلد يعرض هذه الأفلام ورقمنة وبعد ما صار لغسوغة سيوم تح أو تصحيح وسنكرم كذلك المرحومة كالثوم بورناز مخرجة تونسية وفيها الأجل المعناها منذ بعض الأسابيع ولكن هي مخرجة مهمة بالاسماني السينماء التونسية سنكرم جيبريل ديوب مونبيتي المخرج السينيقالي اللي هو أبن من أبناء أيام قلتا السينماية كذلك سنكرم عباس كريوستامي المخرج الإيراني سنكرم إدريساو دراغو من البركي نفاسو السؤال ذاكي جدا لأنه كان لم تتطرق لثورة أربعة تشجعب لأنه ثورة أربعة تشجعب في مجالة متواصلة ولا يمكن أي فيلم أن يجسدها اليوم لأنه الثورة لم تنتهي وهذا مهم جدا أنه جسد فيلم عظيم على الثورة فيلم عظيم على الانتقال الديموقراطي أما بالنسبة للمواضيع اللي اترقت لها فأنا كيفك يعني كمدير مهرجان أو حتى كمخرج وفنان أتمنى أن أرى يوما مخرج من مخرجينا الشبان أو حتى الكبار أنهم يترقوا لهذه المواضيع التي يجب على على السينما وهذا واجب أنه يؤرخ لها وأهداف المهرجان اللي رسموا لها أجدادنا وهو أنه الدفاع على أو التعريف بالسينما العربية والأفريقية إلى حد الآن سنواصل في هذا التوجه ولكن ولربما في يوم ما إذا كان تقلص هذا هذا الانتاج من الناحية الأفريقية والناحية العربية فيجب وقف التأمل حول المهرجان لكي أنا أظن أنه مثلا التوسع التابعي لأيام قرطة السينماية أن تكون متوسطية كذلك من خير ترجمة نانسي قنقر